نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمدرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن حملة لمراقبة وضبط أسعار بيع اللحوم في المديرية ووضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية فيصل محمد بن محمد أن الحملة تأتي للتأكد من مدى التزام الملاحم بأسعار اللحوم الصادرة من الوزارة وكذا الشهار قائمة أسعار أصناب بيع اللحوم في واجهات المحل بصورة واضحة لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قد حددت مؤخرا سعر بيع اللحم للكيلو جرام الواحد بـ 12 ألف ريال والكيلو جرام للحم البقري الكبير بـ 8 ألف ريال وسعر الكيلو جرام الواحد اللحم الصومالي بـ 7 ألف ريال مؤكدا أن مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة سيستمر في تنفيذ الحملة الرقابية على أسعار بيع أنواع اللحوم وضبط الملاحم المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المقتصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم اشتركوا في القناة